ومن الجفاء للنبي صلى الله عليه وسلم التهيُّء لبدعة المولد وللبدعة التي لا دليل عليها والتكسير في اتباع السنة النبوية قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم وقد حطى الرحال مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار قوم لم يسمعوا حتى بالمولد ففازوا باتباع السنن النبوية والعمل بها ومجانبة البدع كلها قال تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر